اشتركوا في القناة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد إن الله اصطفى آدم ونوحا نوح هبط على الأرض أين يسكن نوح؟ كان يسكن على ظهر الناقة يا مولانا نوح الأرض واسعة نبني لك دارا نفعل لك خيمة تسكن فيها قال ما الدنيا إلا بابا الدنيا كم باب؟ بابين باب خرقت منه وهو بطن أمي وباب أدخل فيه وهو قبري إذن ما بين الباب الأول الميلاد وما بين الباب الثاني اللي هو الانتقال إلى الرفيق الأعلى عرد زائل حيا زائلة تبني للموت تبني للخراب أين ذهب من بنى ما نحن فيه الآن؟ إلى الطراب ثم صار نوح يعمل نوح كان يعمل إيه؟ نوح نقار يصنع السفينة أول نقار في العالم أول من يركب البحر في العالم نوح تجري بأعيننا بإحاطتنا وعنايتنا لكن نوح كان فلاح نقار وفلاح أيوة بس حاجات كثيرة نزل بالسبع حبوب الرئيسية إلى وقتنا هذا إيه الطعام الضروري النهاردة؟ في العالم كله القمح زرعه لكن أول من زرع القمح في العالم آدم أول من زرع آدم كان يعمل فلاح يحرص الأرض نوح زرع الأرز نوح زرع الضرة الضرة زرع الفول زرع العتس إيه من أول من زرع أول أول من زرع العنب على الإطلاق كالنوح أين زهب نوح؟ ما من قوم أهلكهم الله إلا ذهب نبيهم عند الكعبة يتحنث ومن هنا كتب كثيرة ذكرت أن نوح عليه السلام دفن بالقرب من الكعبة بين الركن والمقام الركن اللي هو الحجر الإيه؟ الأسود المقام مقام إبراهيم اللي فيه الحجر اللي كان بيصعد عليه ويبني ويهبط نوح عليه السلام من الرسل أولي العزم الكام الخمسة وهناك من قالوا أن آدم نبي لكن أول رسول جاء برسالة وجاء بدعوة رسالة هو نوح عليه السلام نوح اللي كل الخلق أولاده نوح عليه السلام اللي ربك تبارك وتعالى أكرمه بصورة هذه الصورة من اسمه نوح عليه السلام المستغفر الذي كان يدعو إلى أسباب أسباب الخير ياريت تخليك معايا فقلت استغفروا ربكم إنه كان إذن الاستغفار فربك ليس غفار ربك غفار صيغة صيغة مبلغة نتيجة الاستغفار يرسل السماء عليكم يأتيكم الخير فمن أراد التوسعة في الرزق يسمع كلام نوح ومن أراد الخير يسمع كلام نوح ومن أراد العلم يسمع كلام نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار إيه كمان إيه نتيجة الاستغفار يرسل السماء عليكم أدي الغنى أدي المال السماء لا تمطر إلا بغنى بالرزق بتوسعة أرزاق ويمددكم المدد المساعدة ويمددكم بأموال وبنين قد يكون الإنسان عنده المال لكن نقمة لكن المال المستغفر بركة مال المستغفر في خير مال المستغفر في نماء ويمددكم بأموال وبنين قد يكون عندك أولاد يضربونك يسبونك أولاد يفعلون المشاكل وأنت تتحمل لكن سبحان الله نحن نريد من الله ولداً يكون لنا عوناً يكون لنا مدداً أهو ويمددكم أن يساعدكم بيعطيكم يمنحكم بأموال وبنين تعالى في الآخر ما لكم لا ترجون لله إيها وقد خلقكم أطوار أدي نوح نوح عليه السلام الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بأن كان مرقده بين الركن والإيها والمقام عند مين مولانا في أشرف البقاع عند مكة المكرمة بل عند الكعبة المشرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة بالقرآن وأن يجعلنا من الذين يذهبون إلى مكة والمدينة في كل عام آمين آمين وصلي لهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمع اشتركوا في القناة شكرا